في أبراج عندها قدرة على ملاحظة اللي محدش بيشوف بتقدر تبقى متوقع الشخص اللي قدامها ده هيعمل ايه في اللي جاي ايه اللي ممكن يحصل لأنها تبقى أخذ بالها من كل حاجة يعني الحاجات اللي ممكن تعدي على أي حد قدام له عادية هو بيقدر ياخد باله منها أول برج برج الحمل برج الحمل لأنه برج بيفكر كتير جدا في معظم الوقت فبيقدر يتوقع اللي جاي فيه ايه يعني ممكن أي تصرف بيحصل قدامه بياخد باله منه فبيبدأ بناء على ده يعرف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده اللي جاي فيه ايه معظم الأبراج هتلاقيها الأبراج اللي هي عندها أوبرتينج الأبراج اللي طوله بقت بتفكر حياتها يعني ما بتعرفش تعيش كده أو تمشي وتتعامل طبيعي دايما هتلاقيهم بيفكروا في كل التفاصيل في كل حاجة فأول برج هو برج الحمل البرج اللي بعد كده اللي برضو عنده نفس الفكرة عنده القدرة على إنه يتوقع إيه اللي هيحصل برج الدلو ده أنا بشوف إن برج الدلو عنده الميزة دي عالية جدا لأنه هو برج أصلا فلسفي بيميل للمنطق وبيبقى عارف إزاي ممكن ترتيب الأحداث يحصل يعني لو أنت النهاردة اتصلت بي عشان حاجة أنت أنا بقى عارفة بكرة أنت يتكلميني في حاجة عاملة إزاي من وسط كلامك ممكن كلمة صغيرة تخليني أفهمك بيعرف عنده قدرة على إنه يقرأ الشخصيات يقرأ دماغك يقرأ أفكارك بيبقى قادر يستنتج التفاصيل أو الحاجات اللي هتحصل بعد كده برج كمان بيقدر يبقى عنده الحسة السادسة هو برج الحوت ليه؟ لأنه هو دايماً بيحط نفسه مكان الناس فلما حط نفسي مكانك هبقى عارفة أنت هتتصرفي زي هبقى عارفة أنت هتعملي إيه هبقى عارفة في الموقف الفلاني أنت ممكن طريق تفكيرك تبقى عامله إزاي صوت تصرفك هيبقى عامل إزاي ده بالنسبة لبرج الحوت هو دايماً شايف النس من جوة مش بيشوف اللي أنت بتعمليه قدامه يعني ممكن حد يبقى مثلاً بيتصرف بطريقة معينة حد مثلاً عصبي جداً الحوت بيبقى قادر يشوف وراء عصبيته دي في إيه هو ليه بيتصرف بالطريقة العصبية دي فبيبقى قادر يتوقع بيحس الشخص ده كويس ولا وحش بيبقى عارف اللي قدامه ده بيحبه بجده ولا لأ فدايماً عنده الحسة السادسة قوي بيعرف الحاجة قبل ما تحصل ايه تاني من الأبراج عنده الحسة السادسة العقرب بس العقرب لأنه العقرب بيفكر كتير قوي ودايماً بيحلل كل المواقف عنده قدرة فضيعة على قرية التفاصيل وتحللها فبيبقى حاسس بالحاجة قبل ما تحصل الشخص اللي عشان يطق في حد بيعود يحطه في موقفه 2 و 3 فبيبقى عارف انه بعد ما يديروا ثقته دي هو لما يتحط في الموقف الرابع هيعمل ايه؟ ده بالنسبة لبرج العقرب فدول انا شايفة انه هم اكتر اربع أبراج عندهم الحسة السادسة وعندهم قدرة رهيبة على انهم يقروا المستقبل او يعرفوا ايه اللي هيحصل قدامه العزراء كمان عنده ده لانه ذاكي جداً برج ذاكي جداً فبيقدر يتوقع ايه الحاجة اللي ممكن تحصل عنده احساس كده بالرغم من ان العزراء عقله اكتر بيسيطر بس بيحس يعني بيقدر يحس ايه اللي هيحصل بيقدر يبقى عارف ايه اللي هيحصل قدامه وشايفه يعني شايفه كأنه حصل الدلو من الابراج اللي كده بس الدلو عنده يعني ممكن انت نفسك تكوني مش عارفة انت في الموقف ده تعمل ايه بس هو عارف يبقى شايف او يقول ده فدي دي الابراج اللي عندها قدرة فضيعة على انها تحس باللي جاي وعندها الحسة السادسة